منطقة الزعفرانية ومعاناة الناس بهذا الطريق الكارثي اللي هو يعتبر أيضا مدخل مداخل بغداد بالضبط صراحة المشاكل اللي يدى واجهوها أهل الزعفرانية هي أكثر من هذا الشي بس هذا الطريق اللي يدى نحكي عليه نقدر نستثمره وأكو مخططات هواية نقدر نستغلها ونستثمرها بحيث أنه نشيل اختناق عن هذا الشارع يعني هو أصلا أكو مخطط أنه يكون شارع ثاني يربط بالخط السريع يعني فبس تلك الحكومة بتنفيذة فدعانون أهل الزعفرانية بهواي مجالات وأصلا هي الزعفرانية منطقة هي أكبر من الكرادة يعني بس هي تابعة البلدية الكرادة طيب فأول شي لازم يصير هو فصل بلدية الزعفرانية عن بلدية الكرادة لازم يكون هناك استحداث بلدية الزعفرانية حتى يكون لها مخصصاتها على صفحة ويشتغلون بلدية الزعفرانية تشتغلون الزعفرانية فقط وانما هسا ديصير انه هي خلينا نقول الانظار كلها موجهة نحو الكرادة ديصير الشغل بالكرادة أكثر من الزعفرانية طيب شنسبب التفاوت ان الشغل بالكرادة أكثر من الزعفرانية بناء على موقع الكرادة والضغط السياسي اللي موجود بيها بعكس الزعفرانية مثل ما تدري انه الاحزاب كلها موجودة بالكرادة والكرادة هي أصلا خلينا نقول وسط بغداد الزعفرانية صايرة أطراف بغداد نهاية بغداد تقدر تقول لذلك مهملة جدا يعني الخدماتها الطرق اللي بيها التبليط الكهرباء كل الخدمات هي الزعفرانية مهملة ترجمة نانسي قنقر